سلام الخوة مرحبا بكم معكم السعيد ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم راح نديروا مقارنة بين عمالي قد الفان المتوسطة وهما الريدمي نوت 13 برو بلاس والريلمي 12 برو بلاس هواتف رائعة جدا وهي من اقوى الهواتف المتوسطة حاليا راح نشوف الفروقات اللي بناتهم واذا ناوي تشريه هاتف متوسط متكامل تابع هذا الفيديو كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو لايك فاذا كنت جديد اشترك الان فعل الجرس لانه مهم جدا باش الاشعارات توصلك اول باول يلا نبدأ على بركة الله نبدأ باول مقارنة وهي التصميم عندك هاتف الريلمي راح يكون نفس الجيل السابق تقريبا لكن مع اطار كاميرات مختلف نوعا ما من ناحية التوزيع وانا شخصيا ارى افضل من التصميم السابق الخامات التعوم من الجلد وزنه 190 جرام يدعم قومة الماء والغبار IP65 عندك هاتف الريدمي نوت 13 برو بلاس تصميمه مختلف عن الجيل السابق فالعدسات هذه المرة منبثقة عن الظهر الخامات التعوم من الزجاج مع فريم المانيوم والوزن 199 جرام يدعم مقومة الماء والغبار IP68 كلهما تصميم رائع جدا لكن هاتف الريدمي تفوق من ناحية مقومة الماء اما شخصيا نفضل تصميم الريلمي 12 برو بلاس عن تصميم الريدمي نوت 13 برو بلاس اعطونا رأيكم خوتي في تصميم الهاتف واش من تصميم راح تختار المقارنة الثانية هي الشاشة عندك شاشة الريدمي نوت 13 برو بلاس تأتي من نوع اموليد مقاس 6.67 انش بجودة 1.5 كي تدعم معدل 120 هاتف تدعم دولبي فيجين تدعم الHDR 10 بلاس تدعم 68 مليار لون مع سطوة 1800 شمعة طبقة حماية من نوع فيكتس عندك شاشة الريدمي تأتي من نوع اموليد ايضا 6.7 انش بجودة full HD بلاس تدعم معدل 120 هاتف تدعم مليار لون مع سطوع 950 شمعة كلهما راح تديك تجربة مشاهدة ممتعة جدا لكن شاشة الريدمي تتفوق بشكل واضح جدا من ناحية الامكانيات فالدقة اعلى وعارض الالوان افضل مع السطوع تحت الشمس اقوى بالاضافة لذلك شاشة الريدمي لا تدعم الHDR لذلك الكافة تروح لشاشة الريدمي بكل اريحية وبجدرة من ناحية الصوت كله ماستيريو راح تديك تجربة صوتية قوية ونقية في الهاتفين اما المقارنة الثالثة المهمة هي الاداء كلهما يتيام بمعالجات مختلفة عندك المعالج الريدمي هو الديم ستي 7200 الترا بمعمارية الاربع نونو متر مع المعالج الرسومي مالي جي 610 يعمل بنظام الاندريد 14 مع واجهة الهايبر او اس جديدة من شاومي الخيارات تبدأ ب8 جيجا رام مع 150 جيجا من نوع UFS 3.1 و LPDDR5 وعندك معالج الريدمي هو السناب دراكون 7S الجي الثاني بمعمارية الاربع نونو متر مع المعالج الرسومي ادرينو 710 يعمل بنظام الاندريد 14 مع واجهة الريدمي الاحدث UI 5.0 الخيارات تبدأ ب8 جيجا مع 128 من ناحية الارقام يتفوق هاتف الريدمي في منصة انتوتو سواء في ال سي بيو او الجي بيو حتى في الاداة الفعلي هاتف الريدمي افضل صراحة من ناحية الكفاءة خصوصا عند الالعاب الثقيلة مما يعني رح يديك اداء مستقر جدا افضل من اي هاتف متوسط لكن هذا لا يعني انا معالج الريدمي ضعيف بل بالعكس رح يديك تجربة اداء قوية جدا في جميع المهام اليومية يعني بشكل عام كلهما من افضل معالجات الفئة المتوسطة حالية نأتي الان لاهم مقارنة في الفئة المتوسطة وهي منظمة الكاميرا منظمة كاميرا الريدمي عندك عادسة رئيسية 100 ميجابيجسل بها تثبيت بصري عادسة ثانية 8 ميجابيجسل للتصوير الواسع وعدسة 3 ميجابيجسل للمواكرو صور فيديو 4K 24 وتلاتي اطار والعدسة الامامية 16 ميجابيجسل صور فيديو فلد 60 اطار اما منظمة الكاميرا لهاتف الريدمي عندك عادسة رئيسية 50 ميجابيكسل بها تثبيت بصري عدسة ثانية 64 ميجابيكسل عدسة بيرسكوب تديك زوم حقيقي 3X مع زوم افتراضي 120X عدسة ثالثة 8 ميجابيكسل للتصوير الويس صور فيديو 4K 30 إطار وعدسة أمامية 32 ميجابيكسل صور فيديو Full HD 30 إطار تجربة الكاميرا في كل الهاتفان متميزة صراحة صور بألوان رائعة تفاصيل قوية وديناميك ريج جيد جدا في أغلب الظروف لذلك رح تحتار 8 من كاميرا أفضل صراحة لكن هاتف الرئيلمي يملك عدسة تليفوتو مميزة صراحة تديك زوم حتى الـ 120X وهذه إضافة قوية جدا في الفائمة المتوسط وكاميرا ريدمي نوت 13 برو بلاس تحصلت على الميدالية البرونزية في منصة ديكس ومارك كأفضل منظومة كاميرات في الفائمة المتوسط الحالي لذلك أنا شخصيا أرهما متقاربان جدا أعطونا رأيكم في التعليقات أي منظومة كاميرا تفضل نأتي الآن للمقارنة الخامسة وهي البطارية كلهما 5000 ميلي أمبير تدعم شحن سريع 120 وات لهاتف الرئيلمي و100 وات لهاتف الرئيلم لذلك من ناحية البطارية كلهما تقريبا نفس الإمكانية باقي العتاد يدعمان بصمة مدمجة تحت الشاشة يدعمان شريحاتي اتصال يدعمان خاصية الأنفسية وعندك مستشعر الـ IR موجود في هاتف الرئيلمي فقط كله الهاتفين لا يدعمان منفذ السماعات ولا كارد ذكرى خير نأتي الآن لآخر مقارنة وهي السعر فكلهما متقاربان أيضا فهاتف الرئيلمي سعرها 380 دولار وهاتف الرئيلمي سعرها 360 دولار يعني حوالي 7500 الف 7300 الف على الترتيب كله الهاتفين قويا جدا وهما ملوك الفئة المتوسطة بدون المنازع لهذه السنة الهاتفين حاليا متوفرين في بعض المحلات الجزائرية لكن بأسعار خيالي أكثر من 9 ملي لذلك إذا حابت شريهم اشيروهم خير من عليك سبريس رح يكونوا أرخص بكثير من المحلات الجزائرية فإذا حابت شريهم رح أخذي لك رابط الشراء في وصف الفيديو يبقى السؤال لكم الخوة إذا عندك ميزانية 380 دولار مش من هاتف تفضل من هذه الهاتفين وإذا كان فيها واتف أخرى أفضل من هذا الهاتف اكتبوا لي أراكم في التعليقات وهنا نصل لنهاية الفيديو والمقارنة بين هاتف الريدمي نوت 13 برو بلاس والريدمي 12 برو بلاس في الأخير تنساش تدعي من البلايك وتشترك في القناة إذا كنت جديد تفعل الجرس اللي هنا مهم جدا باش لشعارات توصلك أول بأول دمتم في رعاية الله وحفظ